اشتركوا في القناة فليس الاستشراق كله سيئا وليس كله حسنا وأبدى النهضويون العرب تحفظهم على إمكانية دخول العصر الحديث وتبني مفاهيمه ومعطياته الحديثة بوساطة لغة مختلفة وأيديولوجيا غربية فقسموا خطابهم إلى ثلاثة مواقف من التمثل الموقف الموافق لقيم الغرب والموقف الموائم بين قيم الغرب وقيم التراث العربي والموقف المتعارض مع قيم الغرب فراح الموقف الليبرالي يعمل على تمثل القيم الوافدة بنحو الإجاب ولم يستطع أصحابه تبديد غربة المفاهيم الوافدة وتفعيلها على نحو يحول دون تأكيدها على خصوصيتها الغربية بحسب الكاتب محمد عطوان صور الآخر في الفكر السياسي العربي المعاصر الموقف الثاني هو التوفيقي ما بين القيم العربية الإسلامية والغربية ومقاربتها سبيلاً لإنضاجها وقبولها في البيئة المحلية وتوفير شروط التوازن بين العرب والغرب في حين كان الموقف السلفي واضحاً وهو الرفض المطلق للمفاهيم الغربية واهتمامه بالعودة إلى التراث لاستعادة الهوية وقد أسهم هذا الموقف في توليد غربة ذاتية مضاعفة هي غربة الفكر العربي المعاصر مع تراثه لقد صاغ الفكر الاستشراقي مفاهيمه الفلسفية والسياسية في سياق فكري يناسب مستوى ما توصلت إليه حضارته الغربية من العلم والمعرفة ووظف محمولاتها فيما بعد بوساطة الاستعمار لمصلحة سياسات احتلالية بملامح تمدينية ومهما يكن من تلك المواقف فإن من المهم القول إن العقل السياسي العربي خضع لاشتراطات المستعمرين عبر تمثوله لمقولات الاستشراق والعلمانية والأيديولوجيا والاستعمار حتى تغيرت كثير من المناهج العلمية والفكرية لدى العرب لتصبح نسخة مقلدة من الغرب ولا بد من الإشارة إلى مراكز ومعاهد البحث في الغرب التي تمثل الموجة الاستشراقية الجديدة والتي أصبحت دراسات العالم الإسلامي جزءاً رئيساً من اهتماماتها وبحوثها والمنافسة فيما بينها كما إن هناك علاقة حميمة بين هذه المراكز وبين صناع القرار والسياسيين خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال فإن المستشرق المعاصر بيرنارد الويس حث أمريكا على استخدام القوة في تغيير الشرق الأوسط وباركة احتلال العراق